مرحبا فيكم حبايبي برج الأسد خلينا نشوف التوقعات كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة أكتر شي على شو عم بتركز بأفكارك بأفعالك وعد الحالة والله نفس الورق اللي قبل شوي رح يكون أكتر شي العطفة شغالة عندك رح تكون فترة رومانسية بانتياز في رجوع لشخص أو خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في أمور رح ترجع لمجريها في أكتر من أمنية في الحب عم بتتير في انتصار في هاي العلاقة فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع أنه عادة بطلع بشكل عام خلينا نشوف إذن التوقعات بشكل عام لهاي الفترة للأسد طبعا هاي القراءة عامة حبايدي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا فعادي جدا إذا ما نطبقت عليك حلو جدا الوراء وكتير عجبني بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالأد برج الأسد لكن هاي الفترة أنا شايفيتها رح تكون كتير حلوة شايفي عندك أول شي تصفية حسابات في أول الأيام من هاي الفترة يعني يمكن تكون أول أسبوع من الفترة اللي قلنا عنها رح تكون تصفية حسابات في كان صراع بينك وبين أشخاص ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا الشخص عم بتعطيه اللي هو الدواء يعني عم بتداويه بالطريقة بالتي هي أحسن خلينا نقول عم تعطيه حجمه عم تعطيه اللي بستاهله مش أكتر شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الأسد عم بتحاول تشتغل على نقاط الضعف اللي عندك إياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها يعني كتير حلو إنه أشوف هذا الإشي بالورق نادرا ما بشوفه إنه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح خاصة إنه ورقة برجك يعني كمان مبينة فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر فيعني استغلها ما بتعرف بالأشهر اللي بعدها شو رح يصير فاستغل هاي خلينا نقول عجلة الحظ عم بشوف كمان فيه هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدا ظلمك إنت عم تاخد حقك زي ما قولنا هنا فيه صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمت نهاية العلاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية هذا الكرت طلع مقلوب من بعد ما نجرحت من أشخاص أو من شخص ثالث من طرف ثالث كان داخل بالعلاقة العاطفية عم بشوف هاي العلاقة منتهية أو فيه انتصار عليها عم بشوف هانا كار ما عم تاخد حقك أكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في أكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما بالنسبة للطاقات قبل ما أنسى اللي هي هوائية أكتريتها فيه نارية والله هوائية دون انتياز وفيه مائية هوكي فيه ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي فيه أسد حبايبي فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية هذا الشخص الشخص الشريك أو خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما إذا كنتوا أنتم منفصلين أو كذا ما عم بيفكر بصغائر الأمور بالزعل بالبلوك بهاي الأشياء الفاضية هو عم بيفكر لأكتر من هيك عم بيفكر للارتباط عم بيفكر حتى أنه ممكن أنه التافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الإحباط أو الإمتواء أو الصراع النفسي عم بنشوف نجاحي كتير من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة أو الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع أشخاص يمكن من أطراف هوائية أو مائية أو نارية على الأخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها أو انتصار على هدول الأشخاص شايف فيه شخص ممكن يتقرب منك إذا كنت أعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطة بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن أنا بحكي لك أنه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح يكون خير لا إلك لأنه هاي فترة كيف تقول لك أنه فترة خير بشكل عام إلك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة شايف بعض الأشخاص عم بيصير عندهم زواج أو الأشخاص المتباعدين أو اللي على علاقة أو حتى المطلقين شايف لهم رجوع شايف فرحة شايف حب حقيقي عم بيتتوج أو بيترسم أو بيتطور شايف إنه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرفه يمكن مادياً يمكن عاطفياً تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند لإله هو مساند لإلك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا أنه ممكن تكون عكسية إذن أكتر إشي مسيطر على الأسد هاي الفترة الأمور العاطفية وممكن يكون تي عنده سفر مبين الأشخاص المصرين على السفر إلهم فترة عم بيبين عندي الأسد بده سافر ففي هاي الفترة فيه فرصة حلوة للسفر أو تخطيط أو مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر الناس اللي عندهم محاكم من برج الأسد عم بيصير فيه عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والتار ما عم ترجع لهم خاصة المحاكم اللي فيها مال أو حضانة أولاد خلينا نشوف أكتر عاطفيا لأنه دائما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا أكتر أو طرقة عاطفية منفصلة رح أحاول أنه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الأسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الأمور اللي صارت في عندك يعني فيه أمور رح تصير أو أحداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على إما طرف الثالث أو الانتصار على الطرف الثالث لأنه مبين عندي فيه رجوع أكيد وفيه حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الأصل فيه تطور فيه المشاعر خلينا نقول أو في العلاقة ولكن فيه طرف ثالث عم بيكون مش متواجد ولكن عم بيراقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني أرجع أقول لأنه ممكن تكون عكسية الشخص أنت أو الشخص الآخر ممكن أنه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف الثالث ضدف لطرف الثالث مع أنه عم بيحاول بيشتى الوسائل أنه ينتصر ولكن شايف ينصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بيّن عندنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون فيه وفرة مالية حلوة كتير لبرج الأسد النساء من برج الأسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير فيه مال رح يجيك إما من ترقيه في العمل أو من عمل إضافي أو حتى فرصة عمل جديدة هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينتضح رح فيه أمور هو كان يعملها مبين هون أمور ممكن تكون أعمال وشغلات هو السبب كان في خضلانك بالفترة الماضية أو كان منتصر عليك والآن انت عم تنتصر عليه شايفي أكتر شي شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الأسد إن شاء الله يراب إنه ينطبق على أكبر عدد خلينا نشوف إذا في تحذيرات أو الشي في هذا الوراء عم بشوفك عم بشوفك برج الأسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين إما مسكن جديد إنت رح تنتلكه أنا أكثر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب إنت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس أو المخاوف اللي عندك إياها كل ياتها يعني تقليد مش أصلي فما تخاف أنت يعني القلب الحبيب معاك وأنت مالكو فما يعني ما تخاف من الأمور اللي عم بتسير لأنها أمور مؤقتة خلينا نقول والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم بيحاول إنه يوازن فلا شايف إنه الأمور العاطفية على أتم وجه كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لأنه الأسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي أو متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من أشخاص بقول لك حب حالك يا حبيبي بقول لك أنت بتستحق الأفضل أنت بتستحق أفضل ما أنت عليه يعني فقاتل حالك إيمة اهتم بحالك أكتر من جوة أنا عم بقول من برا طبعا الأسد معروف بالتألق والأناقة والكذا بس أنا عم بقول من جوة من جوة أكتر حب حالك مش الموضوع ما فيه أنانية أو كذا بقول لك أنت بتستحق الأفضل اختار الأشخاص الأفضل استغني عن الأشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك حاول تكون عقلاني شوي بكفي يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل أفضل أه فيه شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف عم بيمثل أنه هو ما بده ياك أو بده يبعد أو كذا بس هو عم بيرائب من ورا لورا فيعني شي كتير حلو بقول لك بقول لك إن هون أنه كتير أنت قوي ورح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الأمور زمامها في إيدك أنت مش على العكس سيما كانت بإيد الأطراف الأخرى بهاي الفترة رح تكون بإيدك